السلام عليكم هنحضر مع بعض النهاردة مني بانكيك من اسهل الوصفات لو انتي حتى لست دخل المطبخ مبتدئة هتعمليه بكل سهورة كمان مقاديره بسيطة جدا واكيد ان شاء الله هتلاقيها موجودة عندك لأول مرة تشوفوني انا دينا تنسوش تشتركه في القناة وضغطوا على لايك الفيديو لو عجبكم ويلا بينا نبدأ الطريقة على طول المقادير عندي من كوباية لربع الكوباية من اللبن وعندي كمان بطين عندي كوباية ونص من الدقيق المنخول وعندي تلات معالق كبار من السكر البودر او سكر حبيبات بس يكون ناعم ما يكونش خشن قوي وتلات معالق كبار من الزيت معلقة كبيرة من البيكنج بودر ونص معلقة صغيرة من الفانيليا هسيب لكم المقادير كلها مكتوبة في صندوق الوصف اول حاجة هنجيب البطين وهنضيف عليهم الفانيليا كمان هضيف عليهم السكر انا بحب اضيف سكر بودر لو متاح عندك بيبقى سهل معايا لما اضرب البيض مع السكر بيدوب بسهولة لكن السكر الحبيبات لو خشن قوي يعني مش بيدوب معاك بسهولة وكمان بيخرس كده لما تيجي تعمل البانكيك فعشان كده لو عندك السكر ناعم سكر حبيبات بس ناعم ماشي تمام او لو سكر بودر يبقى هيرياحك وهيدوب معاك على طول مع البيض هضرب البيض كده مع السكر الاول للفانيليا لحد ما اللونه يفتح زي ما هتشوفه دلوقتي ويعمل فهم زي ما انتو شايفين كده هضيف بعد كده عليه التلات معالي كبار من الزيت وهضيف كمان الكباية لربع من اللبن انا قلت هضيف من كباية لربع الكباية لللبن يعني انا هضيفت دلوقتي كباية لربع لللبن وهشوف بقى القوامة هيطلع مظبوط وهحتاج لبن تاني ولا لا تمام عشان برضو بيختلف حجم البيضة بتختلف عندي او عندك كمان نوع الدقيق بيختلف وانتصاص السوال فعشان كده ممكن تكتفي بالكباية لربع وتوصلي للقوامة المظبوط وممكن تحتاجي تزاودي تاني ضربتهم كده ضربتين مع بعض وبعد كده ضفت الدقيق وضفت عليهم علاقة البيكنج بودر ورشة بقى كده من الملح خفيفة وهبدأ يدوبك هضرب الدقيق بس يختفي مع المكونات مش هضرب كتير بعد ما اضيف الدقيق طبعا القوام زي ما انتو شفتو تقيل جدا فضفت ربع كباية كمان من اللبن يعني كده احتاجت كباية كاملة من الحليب لحد ما وصلت للقوامة اللي انتو شايفينه ده خلاص كده الدقيق اختفى معي فهبطل ضرب بقى وهقلب كده بالسباتيولة واريكوا بقى القوامة المظبوط شايفين ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي زي ما انتو شايفين كده كمان تقدر تعملي المكونات دي كلها بالمضرب اليدادوي او كمان في الخلاط تضربي كده السويل والبيض الاول والديفي زي ما احنا ضيفنا كده بالتدريق بعد كده ضيفهم على الدقيقة هيكون جاهز معيك برضو بكل سهولة مش لازم خلص المضرب الكهربائي الخطوة بقى اللي بعد كده هجيب كده طاصة على النار ودهنها دهنة زيت بسيطة والطاصة تكون من الانواع اللي هي غير لاصقة وكمان دهنة الزيت دي بندهنها اول مرة بس كمان جربي كده اول مرة يعني اول واحدة كده حطيها الاول وبعد كده جربي وبعد كده ابدأي حطي بقى بقية الكمية زي ما انا هعمل دلوقتي كده النار عندي هتكون متوسطة ما تكونش عالية قوي عشان ما يتحرقش معيك بسرعة وكمان ما يستويش من جوة وكمان ما تكونش هادي قوي فتلاقيه بقى اخد وقت كتير يعني انتي لو مهدية النار ولقتي بقى الفقاعات اللي تزهر دلوقتي زي اللي انتوا شايفينها فوق دي اخدت وقت كتير عبال ما تزهر فعالي النار سنة بسيطة لكن لو لقتي بقى بيستوي بسرعة وخد لون قوي من تحت فلا لازم تبقى النار هادية شوية عشان يستوي براحته واول ما تقى الفقاعات كده ظهرت على الوش فتماعين كده هو خد لون حلو من تحت وبدأ يبقى ايه قلبي فيه زي ما احنا شايفين كده كل واحدة هتجري مني كيمين وشمال بسهولة كده هتطلعيها على طول وتقلبيها يعني تقريبا على كل ناحية مش بيتكمل ثانيتين تلاتة كده وبتلاقيه خد لون وتقلبي على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده دي لزقت كده في الجنب فمش مشكلة هتستوي برضو وبعد كده هقلبوا بقى لناحية التانية هتلاقوا دلوقتي خد اللون المزبوط زي ما انتوا شايفين كده وكمان هش ومرتفع جدا وحلو قوي بيكينج بودر والضربة البيض في الاول دي بتخليه هش كده ومش مكتوم وخفيف جدا هعمل بقى كل الكمية بالطريقة ديت برضو هوريكو مرة كمان يعني كمان مستخدمة المعلقة المعيارية عشان احاول اطلعهم كلهم بس الحجم الكبير زي ما انت عايزة بس احنا النهاردة عامينه اللي هو الميني صغير شايفين بعد ما بقلبه على الناحية التانية بيرتفع بسرعة ازاي سهل قوي ما بياخدش وقت خالص ودي واحدة بقى ما كانتش راضية تتقلب معنا هنعود نجري وراها كده بصوا برضو هي مصممة انها ما تقلبش على الناحية التانية بس قلبناها الحمد لله هسيبها بقى كده برضو ثانيتين تلاتة زي ما هتشوفوا كده وهقلبها على الناحية التانية تكون خدت اللون المزبوط ما نسيبهاش كتير عشان ما تتحرقش وهبدأ قلبها على الناحية التانية زي ما انتشايفين اللون حلو قوي ومزبوط بس كده هعمل بقى بقيت الكمية ونشوف الخطوة اللي بعد كده ايه عملت الكمية كلها وزي ما انتشايفين ما شاء الله الكمية دي كلها من كوباية دقيق ونص بس بعد كده هزيينهم بقى بصوصات الشوكولاتة اللي تحبيها طبعا احنا ما بنزودش سكر في البنكيك البنكيك ما بقاش فيه سكر كتير عشان هو دايما بيتاكل عليه بقى عسل او شوكولاتة زي ما تحبي حطيت كده شوكولاتة بالحليب وبعدين هحط كرامل وحط شوكولاتة زي ما تحبي طعم اللي تحبي حطي بقى الشوكولاتة عندك لو عندك شوكولاتة خام ممكن تسيحيها بشوية لبن وتحطيها بقى في الامع او الكيس بتاع التازيم بالشكل ده وتبدأي تعملي خطوط زي ما بنشتريها جاهزة من بره بالزبط سهلة جدا لو عندك الصوصات جاهزة تمام لو ما عندكيش شوية شوكولاتة ومسيحهم بشوية لبن عشان يبقوا معينا صوص يعني ما يبقوش ان هما ينشفوا على طول يعني الشوكولاتة لو سيحتيها وحطتيها على طول هتنشف معاكي لكن لو حطتي عليها شوية كده من اللبن معلقتين من اللبن ودوبتيهم مع الشوكولاتة هتفضل بقى قوامها معاكي طاري يارب يكون كده الفيديو عجبكم هش جدا البنكيك طالع معنا هش جدا وحلوة اوي مقاديره طبعا بسيطة زي ما انتم شايفين تقدروا بكل سهولة تنفزوه تقولوا لي رأيكم في الكومنتات ما تنسوش لايك الفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش ولو حابين كل وصفة جديدة بتنزل اول باول توصلوكو على طول فعلوا الجرس عشان كل الوصفة جديدة اول ما تنزل جيلكو اشعار بيها اشتركوا في القناة